مجز الأخبار من قناتكم الاقتصادية الأولى أهلا بكم بداية ثمنا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في اجتماع مجلس الوزراء مدى تقدم إنجاز مشاريع السكة الحديدية المنجمية بشار تندوف وغارج بيلات وقدر رئيس تبون المجهودات المبذولة في الميدان وتسجيل تقدم مرض في تجسيد أقول مشروع منجم غارج بيلات مع تجاوز مرحلة اختيار الأرضية لإقامة مصنع وحدة معالجة خام الحديد في ولاية بشار وكذا انطلاق أشغال مصنع آخر لتحويل خام الحديد بغارج بيلات ومواصلة أشغال وحدة المعالجة الأولية في تندوف التي انطلقت سنة 2023 وبالنسبة لمشروع منجم الفوسفات ببلاد الحدبة وخط السكة الحديدية عبر الرئيس عن ارتياحه لوطيرة الأشغال التي تجري بدون توقف مما يسمح بتسليم المشروع في أجاله ودخوله حيزا لاستغلال حل وزير شؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف ليلة أمس بدكار حاملا رسالة خطية من الرئيس عبد المجيد تبون إلى رئيس جمهورية السنغال وذلك في إطار الجهود الرامية لإطفاء حركية جديدة على العلاقات التاريخية بين البلدين وتكريس ما يجمعهما من التزام مشترك للمساهمة في رفع التحديات المطروحة على الصعيد الإقليمي والقاري والاستجابة لتطلعات وطموحات إفريقيا في الأمن والاستقرار أصدرت الجزائر 15 دولة بيانا حول الالتزامات المشتركة بدعم وتمويل وكالة الأنروا وذلك لتأكيد أهمية الدور المنوط بالوكالة الأممية بعد الاعتداءات الممنهجة التي تعرضت لها من طرف سلطات الاحتلال وجاء في البيان إن هذه الاعتداءات تأتي في وقت يكون فيه سكان قطاع غزة أحوج من أي وقت مضى للمساعدات الإنسانية والإغاثية وشدد البيان أن الأنروا هي العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة إذ لا يمكن لأي منظمة أن تحل محلها بنفس القدر من الفعالية كشف المكلف بالإعلام على مستوى المديرية العامة للحماية المدنية الرائد ناسيم برناوي عن تجنيد 20 ألف عون حماية مدنية على مستوى أزيد من 500 وحدة عملياتية وذلك في إطار الاستعداد لمكافحة الحرائق في الغابات في إطار التحضير لموسم الاستياف لسنة 2024 وأكد برناوي أنه حرصا على التقليل من نسبة الوفيات في الشواطئ تم توظيف أكثر من ألف عون حماية مدنية مكلفين بحراسة الشواطئ إضافة إلى الشروع في تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية لزيادة الوعي حول الأخطار المتعلقة بموسم الاستياف كشف وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بالعريبي عن موعد تسليم ملعب أقول علي عمار بدويرة بالعاصمة والخاص بنادي مولودية الجزائر وذكر الوزير أن ذلك سيكون مع نهاية شهر جوان القادم مؤكدا خلال إشرافه على يوم دراسي حول الحد من مخاطر الزلازل على استكمال المشاريع الكبرى في القطاع بما فيها الملاعب الجديدة نهاية الموجز كانت معكم إيمان شربي ترجمة نانسي قنقر